لا يزال داعش الارهبي والعصابات الاجرامية الاخرى في كاركوك تشكل خطرا على المحافظة والاغضية والنواحة التابعة لها لزعزعة الامن فيها ذلك عن طريق نصب سيطرات وهمية لتنفيذ العمليات الاجرامية بحق المدنيين والقوات الامنية كان اخرها استشهاد عدد من المواطنين العزل في قضاء الدبس غربي المحافظة يقوم بنصب السيطرات الوهمية على بعض الطرقات ويقوم بقتل وذبح المواطنين ان كانوا مدنيين او كانوا عسكريين وكذلك احيانا يقومون بدخول الى القرى والقيام بسلب اموال الناس والسياراتهم وكذلك قتل منهم في الحشد او في القوات الاراقية ممثلوا المكون العربي اكدوا على ضرورة التزام جهات الامنية بتلك المناطق التي تعاني من قلة تواجد القوات الاتحادية في بعض من الطريق الرابط بين كاركوك والنواح التابعة لها يلزم جهات الامنية تكون اكثر صرامة واكثر شدة في التعامل مع المتسللين من الارهابيين وكذلك بمراقبة ومتابعة من بيده الملف الامني سواء الحشد وسواء القوات الامنية هذا مؤشر خطير ينذر بحوادث او جرائم لاحقة فيما بعد لا سمع الله مراقبون السياسيون يرون ان تكثيف الجهد الاستخباري جنوبي غربي كاركوك والذي سيساعد على نهاية تلك العصابات الارهابية التي تظهر بين الحين والاخر نحن نطلب من الدولة ومن الحكومة ان تكثف من عناصرها الاستخبارية ومن قواتها المسلحة في هذه المنطقة وتتعاون مع المواطنين خاصة في الجهد الاستخباري الذي هو مهم جدا في هذه المنطقة لان هذه المنطقة كما قلنا هي منطقة استراتيجية تحيط بها الابار النفطية وتحيط بها القرى وتحيط بها المواطنين سلسلة من الهجمات الارهابية التي تستهتف المواطنين جنوبي غربي محافظة كاركوك من قبل داعش الارهابي والعصابات الاجرامية الاخرى تستدعي تغييرا في الخطط الامنية لتطهير ومعالجة اوكار تلك الجماعات للقضاء عليها بشكل نهائي من كاركوك عمر البدري قناة بلاد الفضائية